اشتركوا في القناة 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 وأيضاً شفنا بشكل جانبي من داخل قطعة الالتم أو قطعة البلاستيك الموجودة داخل موجهة بشكل جانبي اللي يضرب الكويلات أيضاً عندنا فتحات سفلية لمرور الهواء وتوجيهها من تحت الكويلات لفوق حلوة الفكرة لكن نظرياً أنا شخصياً أول ما شفت هذه الفكرة قلت إنه رح يكون فيه كمية تهوية كبيرة هذه نظرياً ورح إن شاء الله رح يبينو إلينا وقت الاستخدام الآن خلونا نركب لنا كويلين ونشوف بالنسبة للمساحة الداخلية بعد استخدامنا لكويلات مقاس الثلاثة أتوقع رح يكون المساحة جداً ويعني مناسبة جداً لكن شاوب وقت التركيب لازم نعمل حساب إنه إحنا عندنا قطعة مقللة أو مصغرة من مستوى المساحة الداخلية فعلى هالأساس لازم نكون حاطين في بالنا أو منتبهين إن هذه الكويلات لازم تكون شوي متقاربة ونازلة علشان لا تكون متلاصقة مع هذا الجزء وعلى أساسها ممكن يكون يوصل حرارة أو حتى ممكن يدوب هذه القطعة لأنه رح يكون قريب منها فخلونا نحن نركب لنا كويلين ونشوف النتيجة مع بعض ركبنا الكويلات شاب وضبطنا بالنسبة للارتفاعات في نصيحة لكم في حالة إذا كنتوا حابين تأخذون هذا الـ RDA ومثل ما قلت لكم إنه إحنا حابين إنه إحنا نركب هذا الـ RDA ويكون بعيد عن الأجزاء الداخلية من الكاب فأحد فضل طريقة علشان أكون ضامن إن الكويلات ما تكون قريبة من الأطراف الداخلية من هذا الكاب لاحظوا إياي شايفين هذه الخطوط أو هذه الحواف اللي موجودة حاولوا إنه طرف الكويل ما تتجاوز هذه الحواف أو الخطوط البيضة اللي أنت قاعد تشوفها إياي فهني أنت تكون أمورك بالسليم مقاسة أو مكانة أو الـ position مالة رح يكون جداً ممتاز وبعيد عن هذه الأماكن ورح يكون عندك الأداء جداً ممتاز وبالنسبة للارتفاع رح يكون عن طريق هو مقارنته اللي بعد ما تحط الكويل تقارنة مع فتحة التهوية وتحطها وتشوف بهذه الطريقة أنك تلاحظ أنه تقريباً التهوية ما أخذه من النص التحتاني من الكويل فالثني رح يكون عندك جداً ممتاز بالنسبة للارتفاع الآن كل الإعلان أنه نحن بس رح نسخم الكويلات ونشيل للنقاط الحرارية ونضبط القطن ونشوف النتيجة النهائية مع بعض تمرص القطن للأمانة التعامل معه جداً سهل ما فيه أي شيء يعني معقد أول فيه عندنا الحين تجربة جديدة على مستوى فتحات التهوية هذه اللي عندنا الجانبية السفلية بالإضافة إلى تجربة هذه القطعة مع النايتمير بتصميمها المختلفة شوي عن الأسجار فراح نشوف الحين النايتمير V2 شنو ممكن يعطينا من تجربة على مستوى الطعم وعلى مستوى التهوية كل الإعلان نحن بس نظل أن ننقع القطن ونتأكد أنه متشرب 100% وتقريباً شديد أن نكون خالصين وشغلة أخيرة بغيت أوريكم بالنسبة مقارنة بالنسبة للمبسم السبير اللي كان موجود معنا بالعلبة مع المبسم اللي يراكب على الRDA راح تلاحظون أنه في فرق بينهم أنه هو أنه هذا اللو بروفايل أو نوعاً ما أكسير من ناحية اللي هو المبسم أو الجزء العلوي من المبسم وهذا الشوي أكبر منه حق اللي يفضل أنه يكون طول المبسم يكون شوي أطول أنا شخصياً أحب أن المبسم يكون شوي طويل بعيد عن أن الشفايف ما تلامس الجزء العلوي من التوب كاب أو الكاب أو الغطة العلوي من الRDA فأنا شخصياً أفضله أنه يكون شوي في طول شذي نحن تقريباً جاهزين لإستخدام الRDA نشوف الآن طريقة التهوية ومستوى التجربة بشكل عام والفليفر مع النايتمير RDA LV2 من شركة Suicide تعالوا معي فوق شفتوا وتعرفتوا بالنسبة للنايتمير V2 RDA شنو اللي يقدم جديد على مستوى هذا الRDA إن كان على مستوى قاعدة تركيب الكويلات وشفتوا معاي أن أهم نقطة فيه هي توزيع الهواء أو الفتحات الجديدة اللي موجودة يعني بالرغم من أنه قابل لإستقبال التهوية بشكل جانبي أيضاً حط لنا فتحات تهوية جانبية سفلية علشان نتوجه الهواء من تحت لغاية فوق وتضرب الكويلات من تحت نوعاً ما عطاني توجيهين بRDA واحد أو بتصميم واحد والفكرة جميلة للأمانة نظرياً أيضاً الشغلة الثانية اللي احنا شفناها اللي هي القطعة الداخلية اللي احنا عرفناها مع الاسجارد اللي هي الخاصة بتوجيه الهواء صارت عندنا موجودة هنا مع النايتمير RDA اللي هي قطعة عبارة عن الالتم أو نوع من أنواع البلاستيك موجهة تكون مقابل فتحات التهوية الجانبية عشان توجه لك التهوية بشكل مختلف إنه يكون بشكل مباشر من فتحات تهوية عادية لو لاحظتوا أن فتحات التهوية الخارجية هي عبارة عن هذه الفتحات الطوالية لكن الفتحات الداخلية الخاصة في القطعة البلاستيك هي عبارة عن خلية النحل أو الهاني كام وإنتوا عارفيني وكنت أتكلم عنها النقطة من زمان أن فتحات الهاني كام هذه تعزز من مستوى الفليفر لأن هذه الفتحات تسرع من عملية دخول الهواء وتقوي بحكم أن يصير عندنا ضرب الهواء للكويل يصير أسرع ويوصل لك البخار بشكل أسرع على أساسه يحافظ لك على تركيز البخار وطعمه يكون أسرع وأفضل ويعطيك تجربة الأمانة حلوة وهذه بناء على تجارب كثيرة على RDAs كثيرة جربناها وعلى أساسه وصلنا لهذه النقطة مثل ما قلنا أن نفس القطعة تصميمت شوي مختلف لأن القطعة اللي موجودة في الأسقارد شوي مختلفة لأنها شوي موجهة لتحت لكن احنا هنا عندنا موجه جانبي غير الفتحات الجانبية السفلية اللي مقدم لياها النايتمير الفي 2 انزين خلوني في البداية الحين أوريكم بالنسبة لمستوى التهوية سمعوا معي مستوى الصوت وشوفوا معي مستوى التبخير وهو الفتحات مفتوحة على الآخر شوفوا إياي عندي نقطة شوفوا هذه الشغلة ما رح يعرفها إلا اللي مجرب الأسقارد اللي هي شنو؟ RDA بهذا الحجم مثل ما انتو عرفته وهذا الـ RDA 28 وبالنسبة للأسقارد الثلاثين أنت دائما تتوقع أن هذا الـ RDA بحكم هذا الحجم وهذه المساحة أنه لازم يكون عندك عملية دخول هوى جدا كبيرة هذا الطبيعي لكن بسبب وجود هذه القطعة الداخلية شنو صار؟ هذه القطعة منعت من عملية لعب الهوى داخل الأجزاء الداخلية من الـ RDA بالإضافة إلى توجيه مركز للهوى يعني الهوى يدخل ما في مجال يروح يمين يسار يلاقي جدامه على طول فتحات توجهه Direct فعملية التوجيه هذه تحد من كمية التهوية فما راح تلاحظ أن أنت راح تسحب كل قوتك أو تحتاج جهد كبير علشان تسحب كمية التهوية كبيرة لا راح تلاحظ أن الهوى موجه قاعد يخدمك بالأصح بتوجيه هذا الهوى بكمية مناسبة لاستخدامها علشان يعطيك أفضل نتيجة على مستوى الطعم هذا الشيء بحكم أن قطعة البلاستيك أيضا موجودة في الـ Nightmare أيضا قدمت لي هذه الشغلة اللي أنا شخصيا حابها وخلتني أحاب الـ Asgard بسببها فلهذا السبب لأول معلومة أقول لكم إياها أن عملية توجيه الهوى ما أعطتني كمية تهوية مناسبة جدا لاستخلاص أفضل مستوى طعم لكن إذا أنت من النوع اللي ما يهمك الطعم تبي بس بخار وبس وتبي بخار لستار وتبي تصير فقط قطار من غير أي طعم هنا راح أقول لك لا كمية التهوية راح تكون بالنسبة لك أقل من اللي أنت المتوقع لكن إذا أنت مستخدم للـ Asgard راح تفهم قصدي أمية بالأمية لأنك راح تحس بتوجيه الهوى اللي على أساسه يخدمك بتقديم أفضل مستوى طعم سمعوا معي مرة ثانية مستوى التهوية فليفر 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 من اليوم لبكرة أكثر RDA بالنسبة لي راح يخليني نوعا ما أغير رأي أو ممكن ممكن أغير للـ Asgard تدرون شنو الشيء الوحيد اللي راح يمنعني أغير الـ Asgard هو شغلة واحدة بس أنه مقاسه 28 ولما أركبه على هذه القطعة اللي أنا شخصيا ما أستغنى عنها اللي هي الـ Pumper لأنه راح يكون شكله غلط لأنه هو مقاس هذي 30 والـ Asgard مقاسه 30 فصار عندي match لكن لأنه مقاسه هذا 28 راح يكون الشكل نوعا ما مو الشكل المضبوط اللي أنت أحابه لكن إذا أنا بستخدمه مثلا على توب مثل توب ميكانك مثل ما أنت شايفيني أو مثلا أحطه على جهاز سكوانك راح يطلع من أرواح الـ RDAs اللي أنا ممكن أستخدمها يعني أنا ممكن ثواني خلي أرجع لكم يأتني فكرة حين أبوريكم إياها يعني مثلا أنا عندي جهاز التوب سايت سكوانك بطاريتين واحد من أعظم أجهزة السكوانك اللي نزلت في تاريخ الفيب على هالأساس أنا ممكن أستخدم هذا الجهاز مع الـ Nightmare ويكون جهازي الثاني بحكم أن أنا أفضل السكوانك ولا تنسون أن الـ RDA بالعلبة معنا البن الخاص ليستخدامه على أجهزة السكوانك فشينو صار وياي أنا ممكن لحين أستخدم جهاز صحيح أنه سيكون شكله أكبر لكن صار عندي خيار ثاني لإستخدام هذا الـ RDA على جهاز السكوانك بالطريقة اللي أنا أحبها من غير ما يلايقني حجم أو شكل الـ RDA هذا هو من نسبة لي تصميمه هذا واحد من الأجهزة اللي أنا فعلا استخدمتها لفترات طويلة جدا أنا أحب أفضل الـ RDA على الـ RTA أو الـ RDTA وهو يعتبر RTA على الـ RTA بحكم الطعم ومباخرة أو وصول البخار أو تجربة الـ RDA بشكل أفضل من الـ RTA فقد أستخدم أجهزة السكوانك وفضلها لإستخدامي على هالنوعية من التانكات أو الأتميزرات فهذا واحد من الأجهزة اللي أنا استخدمتها فترات طويلة جدا لكن مع استخداماتنا لأجهزة معينة لتانكات معينة بعدين يعلنا الـ RDTA شخصيا هذا هو فارس RDTA أيضا استخدمت لفترة طويلة وعلى فكرة فارس RDTA كان راكب على هذا الجهاز يعني هو RDTA وكنت أعبيه لأن هذا الـ RTA أيضا استخدمت لفترة طويلة وهذين ظلوا معي فترة طويلة وإذا كانوا فيه عندي متابعين قدامة راح يذكرون هذا الكامل فأنا قاعد أشوف استخدام هذا الـ RTA قاعد يقدم مستوى flavor مستوى تجربة مستوى طعم من أروع ما يكون لإستخدامه بشكل يعني على الـ SQUANK أو حتى على تيوب مكانك أو حتى على أي طريقة أنت تفضلها لكن أنا قاعد أتكلم عن دوقي الشخصي اللي هو استخدام الـ RDA على أجهزة الـ SQUANK عشان ترحمك من سافة التكطير لكل شوي راح يقدم لك مستوى طعم مستوى تجربة جدا ممتاز لدرجة أنه قاعد أشوفه منافس كبير جدا لـ RDA الـ Asgard اللي أنا شخصيا ما أستغنى عنه لدرجة أن أنا عندي واحد ثاني سبير لغاية ما هذا يموت وأستخدم اللي بعدها إن شاء الله نعطيها بعد واحدة أوكي أوكي طلعت هذه بعيدة نعطيها سحبة ونقول لكم يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر